كما أكد رئيس السيسي أن مصر دولة تمارس سياسة تتسهم والتوازن والاعتدال وعشر رئيس السيسي إلى مقاطر التطورات بالمنطقة والتي قد تؤثر على تساعي رقعة الصراع المنطقة والعالم بتمر بظروف صعبة جدا وإن إحنا حرسنا في مصر إن إحنا تبقى ساستنا سياسة متوازنة جدا في ظل هذا الاضطراب الخطير اللي موجود وإحنا حذرنا منه وقلنا إن استمراره يعني حيؤدي إلى عواقب خطيرة في منطقتنا ويمكن في العالم وبالتالي محتاجين في بلدنا مصر إن إحنا نبقى متفاهمين لده ونبقى متمسكين بسوابتنا سوابتنا إن إحنا حرسين على إن إحنا نكون بنمارس سياسة تتسم بالتوازن والاعتدال والموضوعية وإذا اللي إحنا ماشينا عليه بقالنا سنين والحقيقة إحنا في ظل الظروف اللي موجودة يعني على حدودنا الغربية والجنوبية ودلوقتي بقالنا سنة تقريباً على حدودنا الشرقية والتطورات اللي بتحدث وانتوا طبعاً متابعين كل حاجة هل ده يعني يجعل أو يخلي شعب مصرنا إن هو بقى شعب مصر قلق؟ بدون شك لازم نبقى ألقانين عشان التطورات اللي بتحدث خطيرة جداً وممكن تؤدي إلى يعني توسع أو اتساع رقعة الصراع في المنطقة بشكل يؤثر على الاستقرار في المنطقة وإحنا يعني بقى لنا تقريباً قناة السويس تقريباً أكتر من 50-60% من دخلها إحنا فقدنا أكتر من 6 مليار دولار خلال 7-8 شهر